السلام عليكم أصدقائي الكرام يوم جميل يجعل ربي كل أيامكم جميلة إن شاء الله فقررت أن أصنع سلاح لصيد العصافير من أجل ابن الصغير أولا ما نحتاج إليه هو جلدة على هذا الشكل وبالون على هذا الشكل على هذا الشكل من الجلد على هذا الشكل فتحه هنا وفتحه هنا وعاصة على هذا الشكل نقوم بتتبيت هذه هكذا هنا ثم نقوم بتتبيتي هذه هكذا هنا كما تلاحظون قمت بتتبيتي هذه هكذا سأقوم بتتبيتي الأخرى هنا أيضا بعدما قمت بتتبيتي هذه هكذا سأقوم الآن بتتبيتي هذه هكذا كما هنا أعزائي بعد تتبيتي الأجزاء كلها سلاحنا جاهز ها هو كما تلاحظون الان ساقوم بتلقيمه بهذه نقوم بتلقيمه هكذا كما تلاحظون كما تلاحظون هكذا هكذا وسنقوم بالرمي تشات الان سنضع بعض الاهداف وسنقوم بالرمي عليها انا وولدي يحياء وضعت احد الاهداف هناك في الكاميرا اللي هو هذا الهدف كما تلاحظون ساقوم بالرمي عليه للمسافة بعيدة بعض الشيء اوه لم اصبه في هذه المرة ساعيد المحاولة كما تلاحظون تلقيم بابا اه بابا اه اكذا اوه لقد اصبته لقد اصبته الهدف اه 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 حسنا سادربه لاحظوا تلقيم مرة اه 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 بابا واخا هكذا اوه لقد اصبته اذا سلاح لما تلاحظون هذا هو السلاح يا احياء تقول لكم اشتركوا في القناة وديرو جيم الفيديو الى عجبكم مرحبا بكم معنا في فيديوهات جديدة انا وابني يحيا الجامل دير بوس دير بوس اوه باي باي دير باي باي باي